نكمل بقى في أرقام النادي الأهلي الجديدة في بداية الإسبوع الحالي أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصال تصنيف أندية العالم لعام 2023 وجاء النادي الأهلي في المركز الثالث خلف منشستر سيتي الإنجليزي ورية المدريد الأسباني لأول مرة في تاريخ أي نادي مصري وعربي وأفريقي الحقيقة ده مؤشر واضح على النجاح اللي بيعيشه في فريق القرى بالنادي الأهلي وعلى فكرة النجاح ده مش منفراغ ده نتائج عمل متراقم مفيش نجاح بيحصل بالصدفة ومفيش نجاح بيحصل مرة واحدة لكن ده دليل على إن سياسة الأهلي بتحقق له النجاح ده والسياسة ده أهم عنصر هو فيها الاستقرار بقول الكلام ده لأن بعض البرامج التلفزيونية بتحاول تروح لكلام سلبي على الأهلي وإن فريق القرى مستوى وحش وإن مدرر مارسل كولر وحش الكلام ده غير صحيح وما بيحصلش في النادي الأهلي جمهور الأهلي واعي وفهم كويس قوي أن استقرار الأهلي هو أساس نجاحه وإن ده العنصر الأساسي لنجاح النادي الأهلي العنصر ده حقق خمس بطولات سواء للعبين أو مدرب ولسه حققوا بطولات أكتر وأكيد إنجازات أكتر بإذن الله الأهلي داخل على مجموعات دوري أبطال أفريقيا وكاس العلم للأندية والسوبر المصري الجديد بمشاركة أربع فرق ده بخلاف الدوري ونهاي كاس مصري يعني لسه عندي خمس بطولات في موسم محتاجين في الحفاظ على الاستقرار جوه النادي الأهلي عشان أحقق فيهم نتائج الجباية إن شاء الله